هذه الحادثة أهل العلم اختلفوا بيها على قولين منهم من قال يقضي الصيام لأن الأصل أن يتحرى الأصل أن يتحرى بعض أهل العلم قال يقضي الصيام لأن الأصل أن يتحرى يعني كيف كل ما تسمع آذان سير وتاكل فقال لا الأصل أن يتحرى بعض أهل العلم قال لا هذا خطأ هو أصلا كيف يتحرى وهو ينتظر الآذان لا يعقل أنا كل ما اسمع آذان أفتح النافذة هي أذن فنحن نسمع الآذان ونأكل فور الرجل توهم أنه سمع الآذان فأكل فقال هذا يدخل في الخطأ رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه كرجل ظن أن وقت المغيب جاء فنظر ما يوجد فأكل سمع الآذان وإذ إله والله ما عندي آذان فهو الأمر على قولين الذي أميل إلي أنا أنه لا قضاء عليه لا قضاء عليه والله أعلم لأنه أخطأ ولم يتعمد هذا الأمر